وقت السياسة مع طارق الحميد دخلت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس يوم أمس شهرها الثاني عشر من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية الدامية أو احتمال التوصل إلى هدنة سريعة والإفراج عن رهائن واليوم أوعز رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بن يمين نتنياهو لجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال على إثر التبادل المتواصل لإطلاق النار والأخذ بالتصاعد بموازاة تسريبات أمنية إسرائيلية بأن المعركة في لبنان تقترب إضافة لذلك قتلت إسرائيل مسلحا من الأردن بعد قتله لثلاثة مدنيين إسرائيليين عند معبر حدود جسر الملك حسين تضفت الغربية المحتلة اليوم الأحد وهذا أول هجوم من نوعه على الحدود من الأردن منذ السابع من اكتوبر واندلاع الحرب على غزة وفور تلك العملية أثنى سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج على الهجوم ووصفه بأنه رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة وقال عملية معبر الملك حسين هي رد طبيعي على جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أهل غزة وهي شكل جديد لانخراط الأمة في المواجهة حيث دائما ما كانت حماس تسعى إلى إشعال جبهة الأردن وكذلك حلفاء حماس للحديث عن كل ذلك وأحداث المنطقة والجهود السعودية الرامية في تهديئة الأوضاع ضيفي وضيفكم الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث فأهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا دكتور عبدالعزيز بن طول الغيبات جاب الغنائم شكرا جزيلا على هذا الاستضافة وسأيدنا أكون معك هذه الليلة الله حيك خليني أبدأ أول شيء من الحراكة الدبلوماسية السعودية جهود كبيرة على مدى الثلاثة أربعة أشهر الماضي بل على مدى الثنية عشر شهر اللي هي عمر الحرب في غزة أبغى كعادتك معي بالحديث حدد لي خارطة السياسة السعودية والدبلوماسية السعودية من وين يجب أن أهل تافئة نبدأ من الحرب نبدأ من الولايات المتحدة نبدأ من الملف الإيراني نبدأ من اليمن الأمر متروك لك شكرا لك على هذه المهمة الصعبة ولكن الحمد لله رب العالمين المملكة الحراك السياسية التي تشهده الأمانة حراك متميز لأنها هي تمارس دورها القيادي الحقيقي سواء على المستوى الخليجي على المستوى العربي أو على المستوى الإسلامي وأيضا دورها في المنظومة الدولية سواء من خلال مجموعة العشرين أو من خلال علاقاتها الدولية منذ السابع من أكتوبر المملكة كان موقفها واضح أن هذا اعتداء واعتداء غاشم تم على الشعب في غزة وأنه لا يمكن أن يكون مقبول ودعت من اليوم الأول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة حدودها 67 ميلاد أربع حزيران 64 ميلاد 67 ميلادي فهي لم تغير موقفها من هذا ما قامت به المملكة قامت بجهد دبلوماسي دولي ضخم جدا يعني عقدة الاجتماعات التي تمت في المملكة سواء القمم المختلفة بما فيها القمة العربية الإسلامية والتي نشى منها مجموعة التواصل الدولية برئاسة المملكة مع بقية الدول اللي معا فيها جابوا العالم يعني زاروه من الصين إلى روسيا إلى أمريكا إلى بريطانيا إلى دول في أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات كبيرة وشاملة كانت كلها تؤكد على الموقف السياسي وكانت المملكة تدعو دول كثيرة إلى ضرورة الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة مع الأسف وجهنا في مجلس الأمن بموقف أمريكي كان اعترض واستخدم حق الفيتو في هذا الطرح اللي كان موجود حجتهم أنه لا توجد جهة فلسطينية واحدة للاعتراف والتعامل معها وأن وجود حماس كمنافس للسلطة الشرعية الفلسطينية يجعل الموضوع مختلف فبقيت المملكة مواقفة ثابتة فيما يتعلق بموضوع فلسطين فيما يتعلق بموضوع حقوق هذا الشعب وفيما يتعلق بالجهد الدبلوماسي الدولي التي بدلته لتأكيد هذا الجانب طبعا الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أنها راعية ويفترض أنها وسيط ولكنه مع الأسبة الشديد لم تمارس وساطتها العادلة في هذا الجانب أكدت على حق إسرائيل في التخلص بالحماس ولكنها لم تعطي الحق للفلسطينيين في العيش الآمن المستقر وهو حق مشروع لكل شعب نعيش على أرضه دعمت إسرائيل بكل ما تستطيع بالسلاح والمال والجهد السياسي والتواجد ولكنها مع الأسف أبسط حقوق الشعب الفلسطين حتى بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية عانت منها المعاناة الكبيرة وبالعكس استقبلوا نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وصفقوا له التصفيق الحار وأيدوا ما يقوم به نتنياهو سعيد بهذا التصفيق وبهذا التأييد الأمريكي لأنه سوف يوصله إلى النقطة التي يريده هو يريد الخلاص من القيادة العسكرية لحماس داخل غزة هو يريد التخلص من أكبر ما يمكن من العناصر من حماس وأيضا التدمير المبرمج والممنهج لكل ما هو موجود على أرض غزة الآن أكثر من 80% حتى تعيد بناء هذه القدرات ما كان موجود تحتاج إلى 30 عام لا تستطيع في يوم وليلة ومن الضامن أنه في حالة البناء لن يكون هناك اعتداء أمام مشكلة أيضا كبيرة موقف تعند إسرائيلي فيما يتعلق بموضوع غزة تمدد هذا الاعتداء على جنوب لبنان وعلى لبنان بشكل عام وإحنا لاحظنا في الأسابيع الماضية ما الذي تم هناك سوريا قادمة في العملية أن قناعة سوريا ليست خارج هذه المعادلة وهو يحتاج أن يؤكد أنه حقق انتصار وأن الجيش الإسرائيلي ما زال على قوة فهو لذلك لابد ولن يستطيع أن يؤكد هذا الجانب إلا بوصول إلى مشارف دمشق وهذه قضية أنا ما زلت أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يعد العدة بالنسبة لسوريا بشكل أو بآخر ولذلك سنلحظ في المرات القادمة هو بدأ يركز في البداية على الوجود الإيراني داخل أراضي السورية لكنه سنتقل من وجود الإيراني إلى التركيز لأنه يعتبر أن هناك تحالف وتواطئ إلى حد ما بين القيادة السورية والإيرانية موجودة فهو سيركز على هذا هو كان يعتبر أن سوريا منبع مهم لوصول المساعدات العسكرية أيضا لحماس عبر الأراضي السورية فهو سوريا إذا توافقني هذا شيء ثابت سوريا هي الخط الاستراتيجي لوصول الأسلحة من إيران إلى حزب الله إلى لبنان هي أحد أهم الخطوط أحد أهم الخطوط صحيح وأيضا كان هناك خطوط ثانية عبر البحر كانت تروح إلى قبرص ومن قبرص تأتي إلى صحيح لا يعلق لا على الاعتداءات أنا أقول لا يعلق يعني لا يأخذ مواقف صحيح يحاول أن ينأى بنفسه إلى درجة نقيل أنه احتمال في تواطئ من داخل سوريا أو خلاصه اليوم جديد علي أنك أنت تقول لا تستبعد أن الإسرائيلي قد يقدم على شيء في سوريا نعم أنا مشارف دمشق بمعنى ديني أشرح لي يعني أنت أول واحد يقول لي ذلك أنا أقول لسبب لأنه يعني استمرار سياسة نتنياهو المدعومة دوليا بكل ما هو مدود طبعا لما نسار الاعتداء الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق كانت أحد الرسائل القنصلية كانت أحد الرسائل إسرائيل أرسلت رسائل مختلفة على فكرة نصل للمشاءات الدبلوماسية نصل إلى الثكنات والمستودعات السلاح الموجودة نصل للأشخاص ونحاول أن قامت بعملة قتل ممنهج لقيادات مختلفة تماما مختلف يعني سواء حزب الله أو من حماس أو اغتيال هنية أو اغتيال إسماعيل هنية وعلى فكرة موقف المملكة كان ضد الاعتداء على القنصلية الدبلوماسية الإيرانية في سوريا وضد اختراق الحدود الدولية لأي دولة وضد ممارسة هذا النوع من الأعمال بغض النظر أنت موقف ولكن موقف المملكة كان واضح في هذا الجالب أنها لا يمكن أن تقبل بهذا التجرؤ وهذا الاعتداء الذي يتم على أي دولة لها سيادتها ولها يعني وضعها من ناحية القانون الدولي النقطة هنا إذا شفنا ما تستمتع به إسرائيل الآن وهو الدعم المتلاهي الأمريكي فتمرحلة انتخابات محد لن يعارضها أحد الكل بدأ يستسلم فتفعل إسرائيل ما تشاء وزير خارجي الأمريكي يصرح ويخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول لا هذا كلم غير صحيح تمام وإحنا لم نقول كذا ولم نلتزم بكذا أحد المسؤولين كبار المسؤولين الإسرائيلي يقول أنه من يعتقد أن التطبيع سوف يبنى على حل دولتين مع أي جهة فهو مخطئ وهناك موقف واضح في هذا الجالب فالتوسع الإسرائيلي لأنه كان أول فيه تهديد مشترك على الفكرة كان فيه نسميها ديول أني نستخدم مصطلح الحرفي أحسن التهديد كان بمعنى أنه كان إيران لديها نوع من التهديد أنها قادرة أن تصل إلى إسرائيل وقادرة أن تمسح إسرائيل من على الخارطة وهذا كانت تصريحات إيرانية رسمية نسمعها بعد ما حدث والاعتداء على القنصلية الإيرانية في سونيا وردت الفعل الإيرانية وكيف استطاعت إسرائيل مع حلفائها للاستجابة لردعها لهذا أصبحت إيران معراحة حقيقة فيما يتعلق بقدراتها فمبدأ التهديد الإيراني لإسرائيل انتفى في الوقت الحضر وأصبح العكس أصبح بدل ما كانت إسرائيل في موقع الدفاع فقط أصبحت إسرائيل في موقع الهجوم اليوم نتنياهو ولذلك أرسلت رسالتها الواضحة بمقتل إسماعيل هنية داخل اليوم نتنياهو يقول أنه لولا تصدينا لإيران لم تلكت السلاح النووي من فترة سابقة يعني يؤكد ما تفضلت فيه ويحكي الآن أنه هو الرادع لإيران فيما يتعلق بالسلاح النووي إسرائيل قامت بعدة أشياء أولا مارست أعلى دبلوماسية ممكن تكون في العالم حول عدم تمكين إيران من امتلاك السلاح النووي منعت الشحنات قبل خروجها من الموانئ أو وصولها إلى جهاتها قتلت العلماء اللي كان لهم علاقة بهذا الجانب استخدمت السايبر سيكوريتي وعطلت السنتر فيوجين الطارد المركزي هناك استهدفت مواقع داخل إيران وضربتها عسكريا فهي قامت بكل ما تستطيع أن تقوم به لكن هذا لا يعني أن إيران ما استطاعت أن تزود نسبة التخصيب ولكني أنا دائما أقول أن نسبة التخصيب لا تعني امتلاك القدر النووية الفعلية كقوة عسكرية أنت تستطيع هي مرحلة من مراحل بناء القدرة العسكرية النووية وإسرائيل موقفها يعني واضح هي تقول أنه صفر تخصيب صفر قدرة نووية لأي دولة في المنطقة خلاف على إسرائيل طالما تحكي عن إيران الآن العواجل يمكن أن تشوفها على الشاشة أمامك إنه أكسيوس المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن السنوار لا يريد التوصل لاتفاق في الوقت الحالي ومتشككون بالوصول إلى اتفاق السنوار الذي لا يريد ولا إيران التي لا تريد ولا هذه التصريحات لرفع الحرج عن نتنياهو أنا اعتقادي رفع الحرج عن نتنياهو وتأييد الموقف يعني بالاستمرار يعني من اليوم إلى خمسة نوفمبر كان الله في عون الفلسطينيين في غازل ما في شك ما في شك وللأمانة الوضع الإنساني كارثي يعني كارثي ومحسن والآن الخوف من انفجار الضفة أه على فكرة يعني بذكر الضفة أنا قناعة أن الضفة أيضا سيكون فيها تصعيد وما ننسى حاجة أن الأردن وهي دولة مهمة جدا هناك أرقام تقول أن أكثر من 200 ألف مقيم في الضفة يحملون جوازات أردنية هؤلاء لو قرروا العودة إلى الأردن رح تسبب أيضا مشكلة كبيرة وكارثة شوف الآن عاجل أكسيوس البيت الأبيض يعيد تقييم استراتيجيته بشأن صفقة غزة الآن يا دكتور عبدالعزيز يا أبو أحمد كأن المنطقة أصبحت منفتحة على أي كارثة جديدة مع التلويح في حرب في لبنان مع هذه الانكفاءة الإيرانية إنجاز التعبير بالفعل مع هذه الأضايا كيف تشوف الوضع صورة قاتمة يعني كنا في السابق نعتقد أن إيران بكل وعودة وما أطلقته أنها مستعدة وقادرة ولها الرغبة في أن تقوم بعمل بعد ما قامت بالأعمال الأخيرة تمام فيها وأيضا حتى حزب الله يعني مقام به المسرحية اللي عملها بإطلاق المسيرات على مزارع للدواجن وبعض المناطق يعني كانت أنا أضحك لأن نتنياهو اليوم يقول أنه أمر جيشه بضرورة الاستعداد للتحرك في الشمال وهي الحدود مع لبنان بينما حزب الله يؤكد أن قواعد الاشتباك لم تتغير إذن هذه الأسلحة لماذا؟ هذا التعقيل فقد مصلاقية حزب الله وحسن نصر الله بكل وعوده وأطراحاته فقد مصلاقية كبيرة جدا لم يعود هناك شعب لبناني يصدق ما يقوله ويصدق ما يطرحه من هذا الطرح على كل ما أنا أبغى أرجع شوي للمشهد بشكل أوسع حديثنا حيكون بالداخل فخذ راحتك أي دردش أكثر من سعيد يعني أقصد أنا أبغى أبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية وموقف والعلاقة مع المملكة عهاوية السعودية تظل علاقة استراتيجية ومهمة ما كان معطل في السابق من موافقات حول بيع بعض أنواع الذخائر المملكة وتم تأييدها وموافقتها ولكن هل وصلنا للاتفاق الكامل مع أمريكا فيما يتعلق بالمظلة الأمنية هل وصلنا للاتفاق الاتفاق الذي كان يروج لوب النحيتهم هذا سؤال أسئلة يعني ثلاثة محاور أساسية فيها المظلة الأمنية والاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة البرنامج النووي والحل الدولتين يعني إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المملكة أعادت ترتيب الأولويات ورأت أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأولوية في الوقت الحاضر وأمنها إن شاء الله هو يعني محفوظ من رب العباد قبل كل شيء ولكن في نفس الوقت أمريكا شعرت بأنه أنا لابد أنه يعني على أقل أعيد المفاهمة مع المملكة حول قضايا كثيرة على فكرة المملكة ليس لها رغبة ولا هدف في التدخل فيما يحدث بالنسبة للانتخابات الأمريكية هذا قرار الشعب الأمريكي هو يقرر من ينتخب ولكن نحن ننطلق وهذه سياسة حكيمة يعني تمارس المملكة أنا ننطلق من مصالحي فمن يخدم مصلحتي ويتعامل معي من هذا المنطلق أنا أتخاب لا وفيه مثال بسيط في أزمة أوبيك اللي حصلت ركت الانتخابات النصفية في أمريكا الاتبتحدة الأمريكية قالت أن السعودية تتدخل لكن ثبت في الأخير أن السعودية تحركت بموجبات السوق ولا لا تتدخل في هذا الشعب والمملكة على فكرة أنت ذكرت الآن موضوع الأوبيك المملكة لها دور مهم جدا في الحفاظ على وحدة الأوبيك بالرغم أنه مع الأسف الشديد بعض الدول وأن كانت عربية تقوم بزيادة بعض الإنتاج وتصديره دون خارج ما تم الاتفاق عليه في الأوبيك وهذا أيضا سبب في الأسبوعين الماضية ذبدبة في الأسعار ولكن إن شاء الله تعود الأمور إلى سيطرتها بشكله وبآخر فعلى كله البرنامج النووي الموقف الأمريكي ما زال مصر أن توقع المملكة اتفاقية الـ 1-2-3 التي نسميها والـ 1-2-3 هذه إشكاليتها أن تحرمك من حق التخصيب في الوقت الذي المملكة لديها الرغبة ولديها القدرة ولديها بعض الموارد الطبيعية من اليوراني وتخصب حسب احتياجاتها للأغراض المدنية التي تبقاها طبعا فيه اتجاه المملكة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية وهذا حق من حقوقها ألمانيا فرنسا 86% اليوم من طاقتها الكهربائية تأتي برطاقة النووية دول كثيرة عندها ودولة بعد إشادة الصندوق النقد الدولي باقتصادها وبالتحول الغير مسبوق هذه دولة تنمية ماذا دولة حول ما في شك ما في شك يعني أقصد من حقها الاستخدام السلمي للطاقة لا تستطيع أنت أنك تقول أن المملكة في يوم من الأيام لا سمح الله توجهت بحالة عدائية تجاه أي دولة هي دائما تدعو إلى السلم تدعو إلى الاستقرار تدعو إلى احترام يعني اليوم ما زالت مشكلتي مع إيران في التدخل في الشأن الداخلي لا أنا أريد أن أسمع الملف السعودي الإيراني خلص لي الملف الأمريكي النقطة الثلاثة فالملف الأول قلنا اللي هو الموضوع الأمني يعني لا يوجد اتفاق في الوقت الحاضر كما كانت المملكة تتطلع إلى نموذج كوريا أو اليابان السابق والملف النووي ما زال هناك أسرار أمريكا على اتفاقية الـ 1-2-3 تمام والمملكة ما زالت متمسكة بموقفة بس دكتور لا يوجد لأن اقتربنا من الانتخابات نحن الآن أقل من 60 يوم نقصد مش أنه فشل في الوصول لعلاقة لا 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 موضوع الانتخابات هو السبب الآن تم يعني تؤجل هذه الملفات إلى مرحلة تعتقد أي أن يكون ساكن البيت الأبيض بعد النوفمبر هتكون مسألة استكمال هذا الملف سهلة أنا قناعتي لا هي ليست ليست معاقدة ولكنها ليست بسهولة بمكانها لسبب لأنه في واشنطن عندك تعدد الأقطاب وتعدد الأطراف بمعنى أنه أنا عندي الـ التعددية عدة جهات مؤثرة ولا تأثيرها في القرار من الكونغريس إلى السلطة التنفيذية إلى الميديا إلى كل هذه لها دور لكن الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة بأن المملكة ركن أساسي لا يمكن تجاهله أن العلاقة مع السعودية علاقة أساسية ينبني عليها أمن واستقرار المنطقة حاولوا في فترة تجاهل حاولوا في فترة عدم المفاهمة ولكن أعادوا إلى طريق فأي أن يأتي سواء استبرار الديمقراطة أو عودة الريبوبلك للسلطة لا بد أن يعود للتفاهم مع المملكة النقطة الثالثة والأخيرة اللي هي موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي موقف المملكة لم يتغير ولن تغيره وأي مزايدات أو مساومات إعلامية في أن المملكة سوف تطبع مع إسرائيل المملكة وضعت شرط واضح وأساسي بدون وجود حل عادل وشامل تمام للفلسطينيين لا يمكن أن تقبل بأي تطبيع مع إسرائيل هي حملة أنا ليس أبتسم هي حملة مستمر شرط دكتور عبدالعزيز فول الحق للقمم الثلاث اللي عقدت في السعودية بحضور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إيران في كل اجتماع أقرت الموقف السعودي حل الشامل للدولتين بدون أدنى شك المشكلة هي حملات أو على فكرة هو أحيانا يمكن يعني يسير فيه تساؤل أنه هل حل الدولتين ما زال قائم كما طرح في 2002 أو لا أنا قناعتي الآن التمسك هو بحل عادل وشامل مقبول للشعب الفلسطيني يسمح بقيام دولة فاعلة يعني بكل مفهوم الدولة يكون موجود هل هو حل الدولتين هل هو حل هل هي نفس الحدود زايدة متر ناقصة متر هذه قضية متروكة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ولكن الأساس هو الثابت في هذا الموضوع أن المملكة لن تطبع بدون وجود التقصد أنا اللي أقصد أنه في القمم في اللقاءات الرسمية في الأوراق الرسمية المواقف واضحة ولم تتغير لذلك التشويش عالي في الإعلام على مواقف المملكة لكن هي واضحة هذا الملف الأمريكي بيكيشين تقول ثلاث نقاط هي هذه النقطة الثالثة أيضا أنا قلت موضوع المضلة الأمنية اتفاق الأمني البرنامج النووي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي في موقف آخر وهو قضية أوكرانيا وروسيا هذه مهمة الرئيس بوتين أشاد بوساطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطلاق عن بعض السراحة الأسرة وهذه الإشادة أنا أعتقد ليست الأولى وهذا الموقف الإيجابي من سمو ولي العهد ليس الأول في هذه الأزمة لأن المملكة يعني أبغى أقول شيء هذا مش تغني هذه حقيقة اللي يبغى يقول تغني يقولي بسلامته نجح هذا المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد في الملف الروسي الأوكراني أن لا تكون طرف تذكر أول الأزمة الكل حاول أن يصور بأن السعودية تساند بوتين السعودية كذا نجح المملكة ركيزتين أساسية في هذا الملف الاستقلالية لم ترضخ للضغوط الأمريكية التي طالبت أن تكون المملكة منحازة مع أولاد المتحدة في موقفها فبقيت استقلالية والحياد الحياد بمعنى أن تستقبل للروس وتستقبل الأوكرانيين تقوم بنفس الدور المطلوب مؤتمر جد تباع المستشاري الأمن القومي كان مؤتمر جدا مهم وطرحت في كل القضايا والمملكة أوجدت المنصة الأساسية للحوار المهم بوجود كل الأطراف ذات العلاقة الدولية فهي حافظت على استقلالية وحافظت على حيادها ولذلك تمتعت بمصداقية أنت لو لاحظت المؤتمر الأخير في سويسرا المملكة وانضم معها كل الدول العربية فيما عدا المغرب حول عدم التوقيع على البيان الختامي اللي صار في سويسرا المملكة رأت أنه قمة لا يحضرها الطرفين ما يمكن أن تأتي بطرف واحد ليست قمة وإنما هي انتهت أن تحالف دول غربية وأعضاء في الناتو مع يعني موجودين صدروا البيان ورغم ذلك تواصلت العلاقة مع أوكرانيا مع الرئيس زيلنسكي زار ولي الأهد في جدة ومعنا ندري كم مرة كم مرتين صحيح صارت هذه الزيارات وأيضا استقبلنا المسؤولين الروس في كل وقت إشارة الرئيس بوتين هي تأكيد لدور المملكة وتأكيد لدور المملكة بأن المملكة حينما لعبت دور الوساطة لإطلاق صراح رهائن أو يعني أسرى موجودين من دول مختلفة كان لها مكانتا وتقديرها ونجحت فيه وعلى فكرة المملكة تركت مجال أيضا لدول خليجية حتى تلعب بعض الأدوار بالنسبة للموضوع الأطفال كانت الإمارات وبعض الأسر كانت قطر وبالنسبة لأسر كانت الإمارات أيضا لعبت دور في هذا الجانب ولكن كان بالتنسيق مع المملكة لأن المملكة هي التي قادت الموقف الحقيقي فيما تعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية بهذا إذا انتقلنا من هذا الملف إلى ملف آخر وربما مثلا نرى الوضع في اليمن المهم أي الوضع في اليمن أنا ما حصل هنا ولا حق أطع في اليمن المملكة حافظت على ثلاث ثوابت أساسية أولا الحفاظ على وقف اطلاق النار ما في عمليات اطلاق النار منذ أن تم التوافق والاتفاق على هذا الجهد استمرار المساعدات الإنسانية يوميا نرى المملكة بأعمال إنسانية في داخل سواء المستشفيات مساكن وصول أغذية جهد لا محدود الأمانة قائم فهي استمرت في هذا الثالث استمرار الحوار السياسي ما بين الأطراف تمام لأنها هي في نهاية المطاف المملكة ليس لديها مصلحة معينة ذاتية في اليمن أي أن كان طبيعة أو نوحة هي تريد يمن آمن تريد استقرار في اليمن تريد أيضا أن الازدهار للشعب اليمني تريد حدود برية وبحرية آمنة تريد أن يحكم اليمن من قبل أبنائه ولا تريد وجود قوة إقليمية خارجية تفرض أجندتها على الشعب اليمني فلذلك هي ما عندها لا تريد يعني منشآت نفطية ولا تريد سواحل ولا تريد أي شيء من هذا الجانب هي هذه من مصلحتها هو وجود يمن مستقر فلذلك بقيت ثابتة هذه المواقب وتسعى عليها طبعا يظل هناك تطلع إلى أن يتوقف الحوثيين عن تهديد أمن البحر الأحمر لأن أمن البحر الأحمر لا يعنينا فقط في المملكة أو الدول المتشاطئة المطلة شعب اليمني نفسه يتضرر من هذا الجانب لما أنت تغلى أسعار التأميد لما تغلى أسعار البضائع لما تتأثر هذه الشحنات لما القرن الأفريقي يصبح مرتع لكل القوات الدولية الموجودة والكثافة هذه يعني يظل هذا شيء هل هذا قرار حوثي؟ والله أنا قناعتي لا هو مدعوم إيراني مع الأسف الشديد في وقت من الأوقاته ما زال يعني ربما الآن لأنه إيران كيف تستطيع أن تمارس أراقها إيران قررت أن تتعامل مع الجماعات ولا أن تتعامل مع الدول مع الأسف الشديد فتعاملها مع الجماعات هي دعمت كل الأذرع اللي خاصة بها سواء الحزب الله في لبنان الحشد في العراق والجماعات في العراق يعني أمس أطالع أحد المسؤولين الحوثيين في العراق في المنصة يتحدث عن يعني أشياء هلامية وأشياء غير منطقية وغير واقعية أنا سؤالي أنه هل بالفعل استطاع الحوثي أن يغير من الموقف الإسرائيلي تجاه غزة بما أطلقه من مسيراته وكذا ولا هو جلب هذه القوات البحرية الكبيرة لأي مكان مشكلة المضايق وأنا هنا أتكلم لا 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 خل هذا سؤالي جاوب عليه أول وهو هل نجح في أنه يخدم القضية الفلسطينية في غزة هو لا عموما صحيحني معظم هذه الجماعات من القاعدة وقبلها إن نجحت في شي فإنها نجحت بجلب القوات الأجنبية للمنطقة ما في شك دول العربية ومن ضمنها السعودية أنها تستعين بالغاية هم اللي جلبوا هم اللي جلبوا هذه البوارجة الآن على المتوسط شوف حسن نصر ومقدر يسوي شيء بدأت بغزو العراق للكويت حينما جاءت القوات وتم تشكيل التحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت وبعدها جاءت إيران لتدعم الموقف على فكرة لأنه في الأمن البحري أنت ما تحتاج قدرات كبيرة عشان تشكل هذا التهديد الألغام العائمة سهلة جدا التحريب سهلة الزوارق المفخخة السريعة أنت تعتدي على سفن تجارية لا تملك القدرة للدفاع عن نفسها سواء نفطية أو سلعة تجارية أنت مضيق باب المندب اليوم يمر عبره أكثر من 6.5 مليون برميل يمر عبره 50 مليون طن من الأغذية يمر على فكرة 17% من الكابل البحري في العالم اللي هو آسيا كلها تعتمد على هذا الكابل ربطها يعني الضرر على الجميع إلا إسرائيل حتى إسرائيل أوجدت البدائل بالنسبة لها وأخذت مساعدات أمريكية وأوروبية مقابل ما تحملته من هذا وفي نهاية المطاف لم يحقق هذه النتيجة وهل يتحمل اليمن ردود الفعل نحن شفنا بعد ضرب الحديدة سبوعين اليمن غاب عن الرجل على فكرة هو في نقطتين يعني ضرب الإسرائيل المشاءات بالرغم أن المملكة اعترضت عليها وقالت أن هذا لا يجوز وإعتداء أيضا عن المصالح اليمنية إلا أنه لاحظ أنت الموقف الأمريكي والبريطاني في تحديد الأهداف في اليمن هو حدد أهداف بحرية للحوثي رادارات، منصات، مكان إطلاق ولكنه لم يذهب إلى ضربة قوية مؤثرة التأثير الحقيقي على السلطة يعني في صلحة واختار أن يضرب إمكانيات بحرية للحوثيين حتى يخف ولكن مازالت القدرة موجودة طالما خطوط الإمداد من إيران تصل تمام؟ وفي نفس الوقت يعني ربما يطرح بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة أنه ربما هناك مصلحة في عدم التخلص من كل القدرات اللي موجودة للحوثيين لإستمرار التهديد لإستمرار الاعتماد لابتزازك هذا واحد اثنين يقول البعض بأنهم لم يوجهوا هذه الضربة القوية إلى الحوثي البريطانيين والأمريكان على أمل مواصلة التفاوض والاتفاق مع الإيرانيين أيهم تترى الأقرب وأنا لا أراها مؤامرة لأنه قدامنا يعني الإسرائيلي لما انضرب الحديدة قلت لك اليمن بسبوعين دخل في صمت مطبق هل معقول القدرات الأمريكية والبريطانية لا تستطيع؟ لا معقول هناك أسباب سياسية وعلى فكرة وكان فيه اجتماع في عمان أنا لا أحرض طبعا على ضرب اليمن لأنه يزينهم في تأويل الأمور لا نحرض ولا نتمنى يعني طلقة وحدة تأتي على اليمن لأنهم أهلنا وأخواننا وشعب داعي شقيق لكن من يصاعد عليها أن يتحمل لكن حينما يكون هناك قرارات سياسية تدعو إلى هذا التصعيد وتجلب هذا الجانب كان فيه مفاوضات سابقة إيرانية أمريكية في عمان غير مباشرة طبعا عبر الوسيط العماني لكنها لم تصل أنا يعني بالرئاسة الجديدة في إيران والتي المملكة باركتها وأرسلت حنأت ومشاركة واضحة كبيرة من قبل مملكة في هذا الجانب المؤشرات الجديدة من إيران تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد ولا تدعو إلى التصعيد بمعنى أنه حينما تستمع إلى تصريحات الخامنية الأخيرة يعني يقول أنه أنه ما في مانع أن نتحاور وأن نتفاوض حتى وإن كانوا أعداء بالمقابل وزير الخارجية ورئيس الجمهورية الإيرانية طرح قضية العلاقة مع دول الجوار والانفتاح نحو حل المشاكل هذا لأنه الشعب الإيراني في الداخل تعب وأرهق كثيرا ووصل إلى مرحلة تلعباء الاقتصادية عالية جدا يعني أضرار اقتصادية أسعار العملة التضخم والتهديد الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي وأيضا يعني النموذج اللي حاولت أن ترسم إيران بأنها قادرة أن تنفذ وأن تفعل وكذا انتهى في العمليتين الأخيرة التي تمت حينما أرسلت كل مسياراتها وصواريخها إلى إسرائيل في إبريل والعملية الأخرى حينما إسرائيل ردت على بعض المواقع في أصفهان ولم تتحدث إيران عنها بقي صمت رهيب من الجانبين في هذا الجانب فإذن التوازن في التهديد اللي كان موجود أول الآن اختفى أصبح إسرائيل هي التي تحدد ولم يعد هناك تهديد إيراني فهنالك مصلحة أيضا لوجود مفاوضة جيدة ربما يعني تأخذ طورها في المرحلة القادمة غالبا بعد الانتخابات الأمريكية وليس قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية يعني أيضا بالمقابل ما تنسى أمريكا حينما تتعامل من منطلق مصالحها إيران دولة كبيرة ولها حدودها يعني في استياء أمريكي عن قيام البرهان بإرسال وزيخ خارجيه إلى إيران وأمريكا رأت أن هذه الخطوة اللي قام بها البرهان بإرسال وزيخ خارجيه السودان إلى إيران هو الجلب الأسلحة لتصعيد التوازن لزيادة التوتر أيضا في السودان حأتي الملف في السودان لأنه مهم جدا وبالذات فيه مع الأخبار الجديدة عن المفاوضات والزيارة التي ستتم للمملكة الآن حاجة لكن خلينا أكمل في الملف الإيراني السعودي تقييم الدكتور عبد العزيز يعني مثلا أنا عندي ملاحظة في كل أزمة ضربت المنطقة من أحداث أكتوبر إلى الآن كل أزمة في اتصال بين وزير الخارجيه الإيراني والسعودي إما من إيران إما من السعودية وحتى الرئيس إبراهيم رئيسي التواصل مع سمو ولي العاد الهيان رئيسي الآن مع بزر جيكان ومع الوزير عباس عراقجي عراقجي هو شخصية جيدة مكفوء في السياسة خارجية هو فاوض في الملف النووي من 2015 هذا صحيح سيبك من الحملات الإعلامية لأنه موجودة على مدار الساعة المسؤولين الإيرانيين لا يصرحون بأي شيء سلبيان السعودي الحملات الإعلامية شيء آخر بل في الصحفة الإيرانية هناك من حريص على استمرار العلاقة الإيرانية السودي تقييمك لهذا الملف الآن من خلال جولاتك في أوروبا والله أنا خناعت هي ثلاثة مراحل أنت تتوك راجع من إسطنبول هل سنرجع لها شوي إلا أنت تسمع التقييم ورؤيتك بحكم أنك شخص مطلع ثلاثة مراحل احنا مرنا فيها الأولى خفض التصعيد التوافق بين الطرفين يسير فيه خفض هذا التصعيد الثاني الاتفاق الذي تم في بكين في مارس 2023 وهذا نتج عنه الموافق على إعادة فتح السفارات بين البلدين والعودة إلى الاتفاق السابقة التي وقعت المرحلة الثالثة التي تتطلع إليها إيران وتريدها هو التعاون لكن المشكلة في هذا التعاون أن إيران ما زال عليها حصار كبير فيما يتعلق بسانكشن العقوبات العقوبات تصدير عليها هذه ما تمكن من إيجاد تعاون التصادي حقيقي بين المملكة وإيران ما تسرع من وطيرة التعامل والاقتصاد لا تقدر لا تتحول فلوس ولا تقدر الرئيس الإيراني قبل الأسبوع الماضي يتحدث عمائة مليار تحتاجها إيران من استثمارات خارجية ويقول يجب أن نكون لطفاء مع الجيران صحيح يعني هذه اللغة جديدة نعم جديدة طبعا أنا وأنت على ما يقولوا بالإنجليزي أولد ناف أنه نتذكر أن نسمع أكثر من كده ولكن على كل إن هذه السياسة أنت تمشي مع المبادرات المملكة لسالات الإيران ببساطة نحن نريد دولة جارة مستقرة آمنة حكومة سلطة سلطة دولة مركزية فيها لأنه لا يمكن أن يكون لنا مصلحة في تقسيم وتفتيت إيران بعي شكل من أشكال تحترم دول الجوار تتعامل معها بسياستين أساسية عدم التدخل وعدم استقدام العنف اللي هم طرحوها يعني كان الرئيس السابق في 2019 في الأمم المتحدة في ذلك الوقت طرح هذا الطرح اللي كان يعني موجود عندهم روحاني في ذلك الوقت كان هو طرح الحسن روحاني فأحنا نريد أن نتمسك بما قلته عدم التدخل في شأن الدول العربية والتدخل فيها وعدم استخدام الميليشيات والعنف أي وسيلة من هذه الوسائل والحفاظ على حسن الجوار والعلاقة الجيدة لأنه مصلحته أكبر يعني إذا هو محتاج مئة مليار دولار حد أدنى عشان يعيد بناء بعض البناء التأسيسية الأساسية اللي هو بحاجة لها إيران لها 17 دولة جارة وهو سوق مجاور لها حجمه 400 مليون نسمة يعني مغري لكثير من الشركات ومغري لكثير من الدول أن يكون لها تمدد من خلال إيران في الأسواق المجاورة لها وخطوط الأنابيب الغاز وقدراتها أيضا عالية وعندها قدرة صناعية جيدة لكن السياسة الإيرانية هي ما نختلف معها فيه التدخل الإيراني هو ما نختلف معه ما زلنا نعاني من قضية الأمن البحري مع إيران ما زلنا نعاني من قضية أمن الطاقة مع إيران ما زلنا نعاني من دعم الجماعات والميليشيات يعني إيران إلى الآن لم تنتقل إلى التعامل في الدول العربية مع الحكومات وإنما هي تتعامل من خلال الجماعات والأذرع التي خلقتها هذا الجانب ما زال مع الأسف الشديد لكن أنا أقول أن المملكة أرسلت رسائل جميلة وواضحة وهادية سواء بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والتعزي اللي حصلت والمشاركة وفي العزاء اللي تمت تعين الرئيس الإيراني الجديد تمام والتهنئة اللي حصلت له الموضوع الحج والعلاقة الجيدة معهم وخف أي توتر أو تصعيد وأيضاً اعتراضها على مقتل هنية اعتراضها على العمليات اللي قامت بإسرائيل ضد القنصلية في دمشق في ذلك الوقت دائماً لها مواقف تحافظ فيها وتؤكد فيها على سيادة الدولة الإيرانية هل أنا دقيق إذا قلت أن المملكة العربية السعودية تتاهمل مع إيران اليوم وفق أن الكرة في ملعب طهران بينما أنا كمملكة عربية السعودية وواصل التنمية وواصل البناء وواصل العلاقات يدي مفتوحة للجميع بالتأكيد طالح جميل من جانبك هذا الشيء بالتأكيد المملكة لا أنا كذا هذا قرار صحيح المملكة تقول أنا مستمرة في قطتي وفي تنميتي أنا ما زلت قائمة بكل القطة التنموية اللي أنا حريص عليها حتى وإن تأخر جزء أو بعض منها لأسباب قد تكون خارجة عن الإرادة إلا أن المخطط ماشي كما هو والتنمية ماشي كما هي العلاقة المتميزة مع الجميع تسعى عليها المملكة استقلالية القرار بالنسبة لها التوازن يعني أنا اليوم كنا في السابق يعني البعض يتهم أن المملكة مندفعة مع القرار الأمريكي الأمريكي اليوم ليست مندفعة مع القرار الأمريكي تنطلق من استقلاليتها أو من حياليتها القرار معين أو لا تتكلم صلحة لا بشكل عام لأنه يؤخذ عن المملكة أنها يعني لا تخرج عن إطار السياسة الأمريكية العامة هذا كان في الماضي أما في الوقت الحاضر أبداً يعني بالمواقف المملكة واضحة في كل القضايا باستقلاليتها في قرار فيها طبعاً أنت أدرى دكتور أنه في اللحظات المفصلية كان الموقف السعودي دائماً ما عليه لا في الموقف الأمريكي وخلافه إذا في مصلحة أمن قومي ووطني اليوم التوازن لأعملات السعودية أو خليني يقول إنجاز التعبيري عادة التموضع أو لمصلحة التنمية والاستقرار يعني اليوم أنت كنت تنتقد من قبل الألمان كانت عندك علاقة صعبة مع المارية اليوم كيف العلاقة السعودية والألمانية؟ من أميز منكم هذا وزير الخارجية كانت موجودة الأسبوع هذا في الرياضة مع وزير الخارجية السعودي من ناحة التشاور السياسي في مختلف المناخ وفي المركز عندكم أنا مركز الخليج للأبحاث أنا دائما أغلط في الاسم عملتوا ندوات وعملتوا أشياء في هذا الإطار خليني أخذك للملف السعودي الكندي وين اليوم السعودي وكندي؟ الحلاقة مع كندا متميزة فرنسا بريطانيا شرق هذا اليوم الاجتماعي الموجود في الرياض كان ما بين المستشار بالديوان الملكي والمبعوث الفرنسي حول الموضوع مع النزار العلول هذا حرج عنه طب اللبنان بس خليني أروح لللبنان أروح للملف السوداني أنا قلت لك ديني كورصة أنا في برنامجي دائما ما نردد ونقول الحرب المنسية كل الأرقام كارثية كل الأرقام في السودان يفترض أن تجعله هو قمة الأولوية لحقن الدماء هو قمة الأولوية لأن حدود السودان الملتهبة تعني أزمة لاجئين لأوروبا وللمنطقة نحن على البحر الأحمر وين سنروح ستعني أزمة لحليفنا الاستراتيجي مصر طبعا قصور أمريكي قناعتي صحيح قصور أمريكي شبه إهمال أوروبي مع هذه الأرقام فوق 150 ألف قتيل في السودان حقوق الإنسان كأنها يعني قفلت المايك الخاص بالسودان لا انتقادات لا تحركات ومنظمات ينسي تحدث ما الذي يحدث أنا أسألك ذا السؤال ليش أنا أسألك لأنك أنت في جولة في أوروبا في المناطق بتسمع بتجلس مع المتحدثين مركزكم بيعمل ندوات مستمرة لوزراء أشرح لي هذه القصة أنا ما نفهم والله مع الأسف هو ما حصل في السودان حينما تمكن جماعة خارج إطار السلطة من سلطة تسليحية عسكرة حينما يكون السلاح بيد ميليشيات وجماعات يعني التدخل السريع كانوا في وقت معين مقبولين صنعهم النظام وأوجدهم النظام لأسبابه ولمصالحه من ذلك الوقت لكن هذه خطورة حينما يكون السلاح في خارج يد السلطة المركزية للدولة ويكون بيد أطراف أخرى الموقف الأمريكي على فكرة مؤتمر جنيف أيضا للموضوع السودان لم يكن ناجح بتلك الدرجة أقصب سطاعوا أن يحققوا أو يصلوا له بالرغم من وجود المبعوث الأمريكي السفير الأمريكي في السودان ترك يعني ما عادوا موجود مضلوب مضلوب هو أكد على أنه نحن نريد مسار جدة ولا نريد أن نخرج عن هذا المسار حتى حينما يعني صار في دعوة لأحد الدول الخليجية أن تكون طرف في هذا اللقاء هو يعني قال أنه حتى المصالحة مع أي طرف نريد أن يكون عبر المملكة وعبر مسار جدة وهذا الطرف مضبط حتى في زيارة أعلن عنها اليوم أنا سأقول لك بالضغط بس في حديث أيضا اليوم عن قوات سلام بالنسبة للسودان هناك تفكير في قوات سلام هذه المنطقة ستتحمل كم من قوات السلام من الصعب جدا أنا أعتقد أننا نحن نحتاجين أن نجد التوافق بين المجموعات السودانية هذا خبر أوردته زميلتنا أبتر مراسلة الشرق الأوسط في واشنطن تقول المبعوث الخاص إلى السودان يسافر إلى السعودية ومصر وتركيا ابتداء من اليوم لمواصلة الجهود العاجلة لنهاء الحرب والمجاعف السودان الله إن شاء الله يبدأوا بالمجاعف في الأول ويسمحوا بمرور خطوط الإمداد الإنساني لأن هذه في حاجة ماسة رهيبة منهم اللي يسمحوا؟ الطرفين يعني الطرفين أنت بحاجة إلى الطرفين السودان يعني تعرض لضغوط كثيرة وحتى تدخل دول جوار يعني فصل جنوب السودان لو لا التدخل الأثيوبي ما كان هناك فصل جنوب السودان في ذلك الوقت لأنها أرادت الجانب المسيحي في السودان وأثيوبيا 65% مسيحية يعني هناك بعد آخر تمام؟ واضطر السودان أن يقبل بذلك الوقت وكان فيه دعم أيضا دولي لفصل جنوب السودان عن هذا ولكن لاحظ أن التصعيد أيضا اليوم تركيا تتواجد في الصوات وتريد لها قدم هي لا تريد أيضا أن يكون بس الدول الأخرى الستة اللي عندها قواعد عسكرية في جبوتي المتحدة والصين واليابان وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين موجودة فيها هي الولايات المتحدة طبعا أكبر قاعدة أمريكية في الشرق أفريقيا هي الولايات المتحدة موجودة في جبوتي في دولة أقل من 25 ألف كيلو مربع مساحتها ومع هذا فيها ست قواعد عسكرية موجودة يوريك على أهمية هذا الجانب لكن المملكة يظل بإذن الله تعالى لها الدور الأساسي فيما يتعلق بالسودان لقناعة الشعب السوداني بالدرجة الأولى أن الملاذ الآمن بالنسبة لهم هو المملكة أن المواقف الحقيقية هي مواقف المملكة المملكة ليست لديها أطماع في السودان لا في تقسيمه ولا في أخذ مصالح ولا أخذ الذهب منه وتصديره إلى الخارج ولا عمل أي شيء من هذا بالعكس هي تحملت ومستعدة وتستمر وترى البعد الإنساني في العلاقة ودولة شاطئنة أمن البحر الأحمر وعلى فكرة السودان والأردن دولتين ما لها منفذ إلا البحر الأحمر حينما يكون هذا البحر غير آمن فهي أيضا يمثل خطورة عليهم ولذلك هما دائما يحتاجون أن يكون البحر الأحمر آمن لأنه المنفذ الرئيسي بالنسبة لهم طيب خلينا ننتقل معاك في الملف اللبناني نحن بدأنا الحلقة بأن إسرائيل تلوح بقرب الحرب من لبنان كيف ترى الملف اللبناني والتعامل معه من ناحة العلاقات السعودية اللبنانية كيف تنظر له والله المملكة هل لبنان أصبح آخر القائمة في اهتمامات المملكة العربية السعودية أم أن السعودية لا زالت مهتمة في لبنان كما هي طالما أن الشعب اللبناني ولو جزء منه ما زال يدعم الموجود الخارج الإيراني وعلاقته مع حزب الله بهذا الشكل فالمملكة لن تدخل وتعتبر أن هذا قرار الشعب اللبناني إذا ما يصل هو مرحلة الوعي والإدراك بأن حزب الله لم يحقق له كل ما ادعاه وأن العلاقة بين حزب الله وإيران لم تجلب إلا الخراب والدمار له أن الخلاف السياسي بين الأطياف السياسي المختلفة وأنت في الحلقات السابقة كنت استضافت بعض المسؤولين اللبنانيين يعني كانت حلقات جيدة أنا استمتعت أن أسمع لها طالما أن الخلاف السياسي بين النخب السياسي اللبناني ما زال بهذا الحجم و بهذا الدرد من عانى هو الشعب اللبناني من تحمل هذه التبعية هو الشعب اللبناني إسرائيل يعني المهزة لأنه هو يقول أنه ضرب مواقع مهمة وإسرائيل ترد لا أنها ضربت بالفعل مواقع وضربات استباقية على مواقع حزب الله الموجودة أنت تشير العملية اللي قيلناها الرد إسرائيل قصبتها قبل ما تطلق حزب الله بنصف ساعة هذه المعلومات أنا ما علي في اللي بغي يظل اللي بغي يتطاول في وسائل التواصل بسلامته أطلقت الطائرات الإسرائيلية أقلعت وضربت المرصات وعطلت معظم قدرتها انتهينا على حضير الضجاج وعلى غيره طيب اليوم يعني اليوم شوف البعض قد يستمع ممكن عشان توجهاتي أنا سياسية في الموقف هذا يقول لك هذا الشمتان لا والله أنا على قناعة أنه إذا انطلقت الحرب الإسرائيلية على لبنان ستكون كارثة مدمرة أنا ما أعتقد أنها تكون حارش مولية لكنها لأن إسرائيل إسرائيل هي كمان تعي تماما بأنه كثير من اللبنانيين لا دنب لهم ولا دور لهم هي سوف تستهدف دكتور ما عندهم رحمة الإسرائيلين شوفناهم في غزة ما عندهم رحمة أنا اللي أخشى وهي تجاوبني إذا تتفق معي أو تختلف أنا اللي أخشى اليوم نعم إسرائيل تحاول استعادة قوة الرد نعم إسرائيل غيرت قواعد اشتباك بس أرى أنه الآلة الوحشية الإسرائيلية تغيرت عن ما سبق تجرأت تجرأت وأخذت يعني دافع قوي باللي حققته في غزة أنا لو حاورتك قبل اغتيال إسماعيل هنية وقلت لك يا دكتور عبدالعزيز ألا تعتقد أن إسرائيل قد تقدم على اغتيال هنية في طهران أنا أعرف إجابتك هل تضحك بواجه وتقول لعد ملدي درجة تجاوزوا كله خطوط الحمر هذا اللي أنا أقصد فلذلك أنا ما زلت على قناة هي رح تستمر في يعني لاحظ أنت أكثر من أربع مئة شخصية من حزب الله استهدفتهم خمسمية خمسمية رقم قديم صحيح لا حسب المصادر خمسمية فاعلين عاملين قيادات حقيقية ومقاتلين نعم ومقاتلين هذا أيضا يؤكد أن إسرائيل ستستمر على نفس الخط من يدفع الثمن هو الشعب اللبناني فأنا يعني مناجاتي ودعوتي هو للشعب اللبناني الذي يجب أن يرفض كل هذه الأنواع بأي قدرة وبأي إمكانية يستطيع أن يعبر فيها طالما هناك مؤيدين في حزب الله وطالما أن هناك جنود موجودين ميليشيا تابعين لحزب الله وطالما أن لا يوجد سيطرة للدولة المركزية رح يعاني هذا البلد وسوف يعاني كنت حكيت بكل صراحة عن لبنان خير نقول لك شيء أنت كنت شير للمقابلة لما جريتها مع الدكتور سمير جعجع أنا بعد المقابلة كنت أشاهد ما يحدث في الواتساب عندي على جوالي لأنه صار فيها عملية جنون في جوالي من اللبنانيين ليش ما سألت هذا السؤال ليش ما قلت كذا ليش ما عملت كذا كأني أنا لبناني أو أناقش الشأن اللبناني الداخلي بشكل محلي لا هي الفكرة بان عرب ولكن المسيحي منقسم على المسيحي السني ضايع الشيعي في لبنان منقسم على بعضه هذا يخون ذا هذا يخون على قولة تمير جعجع وليد جنبلاط يبغالوا شعر معاوية مش شعرة معاوية ولا ألوم وليد جنبلاط قد تكون لديه حسابات ولا نسمع مننا وليد بيك هذا الانقسام مع ما يقول هو بعض اللبنانيون منهم الدكتور سمير جعجع وما حق أنه فائض القوة لحزب الله والسلاح يعني لبنان ضحية نفسه مش بس التدخل الإيراني أنا مقتنع التدخل إيراني دمر لبنان بس أيضا هو ضحية نفسه النخص السياسي ما في شك هي التي قبلت باستمرار هذا الوضع لمصالة الشخصية انت لاحظ الآن وضع النقد والدول البنك المركزي اللبناني وكل ما تداعيات هذا الموضوع وتأثيراته على الشعب اللبناني بشكل عام وتداعياته على المستثمرين اللي أموالهم هناك موجودة طبعا يعني الوضع مأساوي جدا بالفعل طيب أنا بعدين أروحي الملف ثاني بس أختم بهذا الملف عشان يأخذنا للملف اللي أسرك عليه لفت نظري في أول الحلقة في الحديث عن سوريا والوقوف على مشارق دمشق أحتاج شرح شوية ماني فاهم لا هو أعرف أنه موضوع حساس مش حساس لطبيعة أي علاقة هو حساس لأنك تستقرئ مستقبل المستقبل شرح لي عناصر اللي تقرأت منها هذه القرارة أولا نحن حاجة أن سوريا أصبحت هي يعني بلاتفورم لتدخلات خارجية موجودة هناك وجود أمريكي هناك وجود روسي وجود تركي وجود إيراني وأيضا عمليات إسرائيل فالتواجد الدول وزائدا الجماعات المختلفة المسلحة التي هي داخل أراضي سوريا الفاطميون ملكل يعني أحرار الشام عارف داعش طبعا داعش هذه أقل هي لا لا هي داعش زي الإزرار يترفع ويترقي حسب الأزمات لكن الجماعات الأخرى كلها موجودة واختلاف سنية أو شيعية واختلاف المصالح التي هي متواجدة التطلع الطموح الإيراني كان دائما يقول من عبادان إلى طرطوس هذا الخط الذي إيران دائما كانت ترى أنه تريد أن تصل إلى المتوسط عبر هذا الخط إسرائيل لا يمكن أن تسمح بهذا الشيء بالنسبة لها تهديد يعني مرتفعات الجولاء خط أحمر دمشق وما يحدث فيها خط أحمر متى ما وصلت إسرائيل الآن على قناعة لأن القرار السياسي في دمشق اختلف عما كان عليه في السابق بمعنى المهادنة والمحايدة وعدم التدخل وعدم إبراز المواقف تقوم بعمليات أسكرية على دمشق طيب كل الملفات اللي حكينا فيها كيف تراها وفقا للعلاقات الخليجية الخليجية والله يشوف في السابق يعني قبل من أمريكا إلى سوريا قبل قمة العلا كان وضع مختلف بعد قمة العلا اللي قادها قادم الحرمين وسموه للعهد الله يحفظوه أكدوا على قضية مهمة نعم هناك اختلاف وليس خلاف لأنه ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وأن تلتقي المصالح يعني أنا أحب أقول لك أنه ثلاثة من القادة السياسيين كانوا في قطر وحينما التقوا مع سمو الأمير تميم رد بكلمة مهمة جدا الموقف السعودي هو الأساس ما تريده وما توافق عليه المملكة نحن نوافق عليه وهذا موقف مهم ثلاث سياسيين من وين مختلفين من دول مختلفة في مواضيع مختلفة التقوا سمو أمير قطر الشيخ تميم بأوقات مختلفة وبمواضيع مختلفة وكان رده بأن المملكة الموقف الذي تقره المملكة وتقبله نحن معه يعني أديك مثال العراق اليمن مثلا كان موقف واضح تمام في هذا الجالب لأنه وصلنا مرحلة يجب أن لا نغلب المصلحة القطرية على المصلحة الجماعية والمصلحة الجماعية هي الأساس في هذا الجالب فهذه المصلحة الجماعية التي هي الآن مهمة أمام دول خليج أنت بتشوف القمة القادمة ستكون في الكويت إن شاء الله وحسب الكويت ستلعب دور أيضا مهم لأنها لعبت أدوار مهمة في السابق وأنا أتوقع إن شاء الله أنها تكون قمة مهمة يعني مثل قمة السابقة ولكن ربما ستكون في تركيز نتفائل لأن الحراك الإيجابي في الكويت ملفت صحيح حقيقي أنا محب للكويت أشعر بتفاعل وفي نفس الوقت يعني السمو الأمير في الكويت الله يحفظه القرارات اللي اتخذها قرارات جريئة ومطلوبة ومهمة في الوقت الحاضر مطلوبة مطلوبة ومطلوبة جدا مطلوبة من قبل الكويتيين أنت شوف الحراكة الخليجية اليوم في الملف الأوروبي شوف الحراكة الخليجية اليوم في العلاقة مع الصين شوف الحراكة الخليجية مع كل القمم اللي سارت في المملكة العام الماضي من الدول الكاريبية إلى دول جنوب الصحراء أنا في عبارة ما قدر أتجاوزها شوف أبغى المشاهد والمستمع لا يعتقد أننا نبسط للأمور لأن التنافس الخليجي الخليجي أحيانا يطلع عن مساره التنافس في مواقع صحي وجيد لكن أنا دائما أنطلق من مقولة سمو ولي الأهدى المير محمد بن سلمان لما يقول بما معناه أن تحسن وضعي هو من تحسن وضع جيراني أعتقد في هذا السياق إذا انطلقنا فليتنافس في ذلك المتنافسون ما عندك مشكلة فيها ومشكلتك من التنافس الذي يعيقك ويعيقني أننا نحقق نجاح واليوم ما فيش في المنطقة إلا هذه البقعة اللي تنمية واستقرار واهتمام وحرص حقيقة على المواطنين والمقيمين فيها نعم من نعم الله ما في شك صحيح؟ ما في شك ولذلك المملكة أيضا حرصت على أنه ما يشوف أي شائبة في العلاقة الخليجية الخليجية وأن تتجاوز كل الاختلافات اللي كانت موجودة كانت قمة العلا هي العظيمة معايا أقل من دقيقتين لأنك قضيت وقت قصير في اسطنبول فحدها وقت قصير حكيني عن حتوتة اسطنبول وزيارة الرئيس السيسي أنت كنت هناك والرئيس السيسي نعم 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 موجود وقت ما زهر الرئيس السيسي أولا المفترض في السابق أن يكون المفاهمة مع تركيا كانت جماعية بمعنى أن تركيا مصر ودول الخليج في التنسيق في عودة العلاقة مع تركيا استعدلت بعض الدول الخليجية بحكم مصالحها بحكم القرار السريع بحكم وحكم الحق من حقوقها في ترتيب هذه العلاقة تركيا يعني عادت إلى تصفير المشاكل عادت إلى العلاقة الجيدة مع الجانب العربي عادت إلى عدم التدخل في الشيء العربي وعادت إلى إيجاد أفضل علاقة ممكنة سواء بعدم احتواء الجماعات الإسلامية سواء المؤسسات الإعلامية التي كانت تمارس التضليل الإعلامي على الدول الخليجية بشكل أو بآخر التضليل والإساءة والطعن والتخوين والصحيانة وكل الكلام الفضل كل الكلام هذا انتهينا منه في هذا انتهينا؟ نعم تركيا الآن لا تسمح بهذا الجانب النقطة الأخرى والمهمة أيضا أن تدخل التركي في الشأن العربي لم يعد كما كان سواء في سوريا أو في ليبيا وهي خلاص سوريا قصة لها الحق أن تدافع عن نفسها فأي جماعات انفصالية هذا حق بالحقوق التركية أن تدافع عن نفسها ولكن دون التدخل في الشأن الداخل العربي دون الاعتداء طيب سؤال أخر ولذلك أنا سعيد بعودة العلاقة إلى موانجاك سؤال أخير العلاقة المصرية التركية هل تعتقد انفراجتها ستشكل شيء ملموس وكبير في المنطقة؟ دولتين أساسية في العالم الإسلامي لا يوجد أهميتها كل دولة فيها فولة مئة مليون نسمة وغير كل دولة فيها منتجة ومهمة يعني في هذا الجانب رح يكون تأثير إيجابي بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن دولتين لها علاقة مع إسرائيل ويمكن أن تلعب دور مهم هذه قصة مختلفة يعني خليني أحفظ النفسي فيها منطقة لأن التعامل المصري مع إسرائيل مختلف عن التعامل التركي مع إسرائيل رغم الأزمات والتباين فيها هذه نقليها إن شاء الله لحلقات القادمة أنا شاكر لك دكتور عبدالعزيز أهلا وسهلا فيك مشاهدينا ومستمعين الكرام كان هذا كل شيء لحلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا بإذن الله بنفس الموعد دمتم بكل خير شكرا يا أبو شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم